السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي هانا رشاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي مهم مهم بزاف كل شي يعني مربي الأرانب كيقلبوا عليه وهو كيف تسمين صغار الأرانب بسرعة الصاروخ يعني بحبوب موجودة في الصور يعني بعجالة ممكن هنروع لهذا الموضوع ان الخليط ديال هاد الحبوب هذي يعني غادي تشدوا واحد يعني مشو السوق غادي تشريوا قردية احنا كنقولوا قردية هي واحد لميكيال ميكيال كي تعملوا به الفلاحة شنو غادي تديروا غادي تشريوا قردية ديال الشعير وقردية ديال الدورة وقردية ديال النخالة غادي نوريكم الطريقة ديال الخلطة وطريقة ديال كيفش تعطيو هاد النخالة وهاد الشعير وهاد الدراء اذا اليكم الطريقة تابعوا معي الفيديو اذا الخلطة ديالي هي هادي يعني خلطة سحرية انا كان عسابرها يعني تسمين مباشر بالنسبة للالانب انتو ما هادي نوريكم بعبدا سنوراني داير هاد يراف هاد البرميل هادا على حسب يعني الحفاظ على هاد هاد الخالط هادا شنو درس انتو ما قل ممكن تشوفو هاد الخالط عبارة عن نخالة يعني هاد الكمية كلها ارا تقريبا طايحة بشي خمسمية وربعين ريالي يعني ثنين وعفوان سبعة وشرين دالهم يعني هادي اسمو فيها انا انا خلطتها بيدي هاد الخلطة هادي اشفيها فيها النخالة هادي النخالة وفيها الدراء هاي وفيها الشاعير هاد الشاعير كيقولو الشاعير البيزانة يعني كيقولو الشاعير رقيق تموم زياله لكن هادا كي موتوا عليه الارانيب يعني كيبغيه بزاف الشاعير البيزانة اقلو معايا شاعير البيزانة اذا هاد الخالط هادا هاد الكمية هادية عبارة شحاق يتضرب لكم لانا اه الكمية اللي غادي تعطيه الارانيب بيديه لكم رمشي بزاف غادي تعطيهم غي الطاص ديال ياغوز يعني فيها نقولو مئة قرام ستعطيه مره في الصباح و مره في العشية يعني هاد مئة غرام ممكن تعطيها الألاني بالصغار أرى ما نقول لكمش يعني طاقة اللي كتبلي فيهم والوزن يعني الناس اللي كيقلبوا على التصميم هذه فرصة يعني هادية من يوتيوب وهي هادية من القناة ديالي دي دوسمه دي أنا كان نعودكم دي مع الهدايا هذه هادية يعني بمجربة الناس غاد يقولوا لي الطريقة كيفاش نعطيه هاد هاد الخلطة هادي بالنسبة للصغار ممكن تعطيها لهم هاكا ماشي مشكيل تعطيها لهم هاكا أما بالنسبة يعني الأراني بالأمهات نيت تولد لكم شي أنثى شدوا واحد المقدار ديال هاد الخلطة هادي وتكبوا عليه واحد شوي ديال الماء ساخن ولكن ماشي بزاف ماشي بزاف ديال الماء غي حدو أنه يسرد واحد شوية وتعطيها لهم في الصباح الباكي كونوا متأكدين أن الأمهات ديالكم غادي يفيدوا بالحليب أولا أن الخالة غادي يشدوا الصحة ديالهم غادي يسترجعوا الصحة ديالهم وغادي يكونوا يعني في وحد الحالة يعني مزيانة مئة بالمئة إذا عقلوا معايا بالنسبة التسمين ديال الصغار ممكن نعطيها لهم هاكا ناشفة ماشي مشكلة أعطيها لهم راكا تعجبهم بالنسبة الأمهات والذكر تسردوهم ماشي مشي ستغرقوهم بالماء لا يعني خوفا من المرارة باش مدينوهم شمرارة غيب جهد الماء يعني احنا كنقوله يتبرب شو واحد شوية بالماء الساخن مع طيب تخليه شوية يبرد غيب بما شوية يبرد هكا أو تعطيهم مياكلوها كونوا متأكدين أنها خلطة رائعة رائعة بزاف يعني هنا هادي خلطة مجرابة من سنين وانا كانت استعملها وخصا كان دينها الأرين بالبلدية بالبلدية تستقلهم أكثر من الرومية ولكن الرومية جررت معهم والكروازية كذلك نفس النتيجة نتيجة يعني مورضية للغاية كين الناس اللي قد يقولون ليها الأتمينة الأتمينة كيفاش يعني هاد القرضية شح الكتدير بالنسبة للشاعير شاعير بيزانة وبالنسبة للنخالة وبالنسبة للدورة وهالدورة هادي را كتكون مدكدقة يعني احنا كنقولو ماشي دورة نيشان لا كنقولها مبرشة كتباع هكك ماشي انتنو موكتش الدوات حنوالا كتباع موجودة هكك إذا بالنسبة للأتمينة الشاعير كيدير 12 درهم سجلوا معايا باش يلمشون الصغط سعرفوا رأسهم اش كتديرو إذا الدورة كتدير 12 درهم الشاعير كيدير هدي قرضية قرضية رافية واحد كمية كبيرة يعني انا نقولو ما تشيلوش بالكيلو للا شيتوا بالكيلو را كتاح عليكم غالي ديروا قرضية كتاح شوية رخيصة وقتاح رخيصة قاع بززاف إذا القرضية ديل الشاعير 11 درهم القرضية ديل الدره 12 درهم القرضية ديل النخالة أرخيصة في الثامن كتدير سد درهم ونصف سد درهم ونصف إذا هاد الخالط كله كتشدوه كتكبوه في البانيو وكتخلطوه بيديكوهم ولا بشي خشبه ولا وكتقوه تستعملوه تعطيه السغار ديلكم كونو متأكدين أنه راه تسمين بسرعة الساروخ أنا راه ما كانت سيقش أنه أنني كن أعطيهم هذه الخلطة هذي يوم عني يوم كنحس بيهم كي يكبروا عندي يعني الحمد لله أنا كن دير شي تجاريب يعني كن نشوفهم من الناس القدامة ولا كن نجرب الراسي المهم مني كن نجرب هاد يعني الخلطة وكان نلقاها صدقة كان نحاول أنني نشرها مع العائلة ديالي اللي هما انتوما بدون نفاق كان أعتبركم العائلة ديالي وكنتمنى لكم الخير ديروا هاد الخلطة هذي إن شاء الله وراها غادي تشكروني عليها مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم كنشكركم بزاف التعاليق طيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف ما تنسونا بزر جيم وتكيوا له زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله